سلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات كل اكشان برحب بكل متابع القناة النهاردة ان شاء الله هنشتغل تطبيق سهل وبسيط لسكارف بي غرزة النقش المجسمة ده ما احنا شايفين قد ايه الغرزة حلوة قوي اه بجد من الغرز القيمة وكمان السهلة والبسيطة باترونها عبارة عن سطر واحد بس وبيتقرر على طول الباترون زي ما هنشوف مع بعض قبل ما نشتغل باترون النهاردة خليني اذكر كل حبيبي واصدقائي اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة من الاسكارفات والتواقي فاذا ما شفتهاش معايا او بتتبعيني لاول مرة هسابلك اللينك الرئيسي اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس تقدري من خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتبعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف طريقة عمل تطبيق النهاردة الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط صوف متوسطة الصمك وي هستخدم عليها ابرة رقم 4 مليمتر هحتاج لابرة التنظيف والماص اول خطوة هنبتدي نعملها نشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي هنسحب من الخيط واحد اتنين ونشد طرف الخيط بعد كده الغرزة اللي هنشتغلها على الاسكارف من مضاعفات العدد 4 زائد 4 ده معناه اننا بنرتفع على سلسلة البداية ب4 سلسلة في 4 سلسلة في 4 سلسلة لحد العرض المناسب وبعد كده بنزود 4 سلسل اضافية فانا بالنسبالي هشتغل الاسكارف على 20 غرزة فهسحب من الخيط بالشكل ده كده واطلع من الحلقة اللي على الابرة وابتدي اقرر نفس السلسلة وارتفع هتكون 20 غرزة بنفس الطريقة ارتفعت بي 20 غرزة السلسلة وده معايا يعتبر عرض الاسكارف اللي انا هشتغله وطبعا اذا حابة تقبريه اكتر من كده بترتفع 4 سلسلة في 4 سلسلة او ممكن تشتغل التطبيق على هيئة شال مستطيل برضو بترتفع 4 سلسلة في 4 سلسلة لحد العرض المناسب بعد ما بتوصلي على العرض المناسب للتطبيق كده بنزود على بداية الدور 4 سلاسل اضافية يبقى احنا كده اشتغلنا من مضعفات العدد 4 زائد 4 فهاجي على البداية بعد مضعفاتي السليمة بالشكل ده كده هرتفع 4 سلاسل 1 2 3 4 يبقى اجمالي عدد الغرز اللي اشتغلتها 24 جرزة سلسلة 20 من مضعفات العدد 4 و 4 سلاسل اضافية تمام دلوقتي هاجي من على بداية الدور هفوت الاربع سلاسل اللي ارتفعتهم 1 2 3 4 وعلى خامس غرزة اللي هي اول غرزة من عدد الغرز الاصلية بتاعتي هلف الخيط على الابرة وادخل على الغرزة رقم 5 بالشكل ده كده هسحب الخيط وهشتغل غرزة عمود بلف العمود العادي اللي هو 3 حلقات وبشتغلو حلقتين وحلقتين وهقرر بنفس الطريقة على نفس الغرزة هي هي هشتغل كمان عمودين من نفس العمود هلف الخيط على الابرة وادخل أسحب عمود بلف 3 حلقات وهشتغلو حلقتين فحلقتين كده يبقى انا اشتغلت العمود رقم 2 وعلى نفس الغرزة هي هي هلف الخيط واشتغل عمود بلف حلقتين فحلقتين يبقى انا جوه الغرزة رقم 5 اشتغلت 3 اعمدة في نفس الغرزة هي هي بالشكل ده كده تمام دلوقتي هعمل ايه هاجي على الدور الرئيسي هفوت واحد اتنين تلاتة وهاشتغل على رابع غرزة هاشتغل غرزة حشو هدخل بالشكل ده كده من غير اي لفة هاسحب الخيط واشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها بعد كده هرتفع من غرزة الحشو بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة وعلى نفس غرزة الحشو هي هي هرجع اكون التلات اعمدة اللي اشتغلتهم على الغرزة الاولى فمن الارتفاع بالشكل ده كده هلف الخيط وانزل على نفس غرزة الحشو اللي ارتفعت منها هاسحب تلاتة عمود بلفة ادي العمود الاول هلف الخيط واشتغل العمود الثاني هلف الخيط واشتغل العمود الثالث بالشكل ده كده وهكرر على مدار الدور كله كل رابع غرزة باشتغل فيها بنفس الطريقة هاجي على الدور الرئيسي افوت واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هاشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وباطلع منها من غرزة الحشو نفسها هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ثم هلف الخيط على الابرة وفي نفس غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها وارتفعت منها هرجع اشتغل تلاتة عمود بلفة هنزل على نفس الغرزة اهي هاسحب الخيط واشتغل العمود الاول هلف الخيط وفي نفس المكان هاشتغل العمود الثاني هلف الخيط واشتغل العمود رقم تلاتة دي ما احنا شايفين كده وهكرر مرة تانية باجي على الدور الرئيسي بفوت واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هدخل اشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وباطلع منها من غرزة الحشو هنرتفع واحد اتنين تلات سلاسل ارتفاع ثم في نفس غرزة الحشو اللي ارتفعنا منها هي 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 هلف الخيط على الابرة وهنزل اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد طبعا من نفس العمود اللي هو حلقتين فحلقتين كده اتنين تلاتة وهقرر واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هقرر من نفس الغرزة هسحب غرزة حشو حلقتين وهطلع منها بارتفع تلاتة سلسلة ثم على نفس الغرزة برجع اكون تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة طيب احنا شايفين بنفس التكرار ووصلنا على نهاية الدور كل رابع غرزة بنشتغل بنفس الطريقة بالشكل دا كده طيب وصلنا على نهاية الدور بعد اخر غرزة اشتغلناها بيتبقى معي على الدور اه تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة باجي على تالت سلسلة اللي هي اخر غرزة على الدور بالشكل دا كده وبدخل اشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها ودي كده هتبقى قفلة الدور الاول دلوقتي هنرتفع لي الدور رقم اتنين وهاجي على نهاية الدور بالشكل دا كده هرتفع بي اربعة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الشغل بتاعي بالشكل دا كده في نفس غرزة الارتفاع اللي هي اول غرزة على طول هلف الخيط واشتغل بجانب الارتفاع في نفس الغرزة اهو هسحب غرزة عمود بلفة من نفس العمود تلات حلقات وهاشتغلو حلقتين في حلقتين امنى بدأت الدور بتاعي بي حرف في بالشكل اللي احنا شايفينه كده بعد كده هبتدي اقرر الغرزة اللي كنت باشتغلها بس هاشتغلها ازاي بيقابلني الكرز اللي اشتغلتها على الدور السابق عبارة عن تلاتة عمود بلفة والسلاسل اللي كنت باشتغلها شايفين تلات سلاسل ارتفاع اهم والتلات اعمدة وبعدين بنفس الطريقة الغرزة اللي بعدها تلات اعمدة وسلاسل الارتفاع بتبقى مكونة فراغ بالشكل دا كده تلات اعمدة وفراغ التلات سلاسل هشتغل عليهم ازاي بعد حرف الفي اللي بدأت بيه الدور هعد على الغرزة اللي هتقابلني واحد اتنين يعني العمودين اهو عمود اتنين وعلى تالت عمود هنزل بشكل البريد الامامي الشكل ده كده هنزل من اسفل تالت عمود هسحب الخيط واشتغل غرزة حشو لكن اشتغلتها بشكل البريد الامامي مرة تانية هتقابلني الغرز اهيه هعد واحد اتنين وعلى العمود رقم تلاتة هنزل بشكل البريد الامامي من اسفل العمود اصحب الخيط واشتغل غرزة الحشو البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها ثم هكون نفس الغرز اللي كنت باشتغلها من غرزة الحشو هارتفع واحد اتنين ثلاثة وبعد كده التلتة أعمدة باشتغلهم فين باشتغلهم على فراغ الثلاث سلاسل اللي بعد العمود اللي اشتغلت عليه شايفين العمود اللي ارتفعت منه اهو تمام بعده على طول فيه فراغ الثلاث سلاسل هلف الخيط واشتغل ثلاثة عمود بلف ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده وعلى مدار الدور كله هكرر بنفس الطريقة على كل غرزة بتقابلني هشتغل بنفس الشكل الغرزة اي معاي عبارة عن تلات اعمدة وفراجة تلات سلاسة بفوت العمود الاول والتاني وعلى التالت العمود رقم تلاتة بنزل من اسفل العمود بالشكل ده كده بدخل من قبل العمود وبخرج من بعضه يبقى العمود معاي على الابرة لاني هشتغل غرزة حشو بشكل البريد الامامي بسحب الخيط معاي حلقتين هطلع منهم اشتغلت غرزة الحشو هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ثم هشتغل التلاتة اعمدة على الفراغ اللي جاي شايفين الفراغ التلات سلاسل بعد العمود اللي اشتغلته على طول تمام؟ هلف الخيط واشتغل تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة وهقرر مرة تانية الغرزة اللي جايه هي عد واحد اتنين وعلى تالت عمود هنزل باسفل العمود بالشكل ده كده واشتغل بريد امامي لكن غرزة حشو الشكل ده هسحب الخيط حلقتين وهطلع منهم اشتغلت الغرزة البسيطة هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ثم على سلاسل الفراغ اللي بعد العمود التالت على طول اهي هلف الخيط وكون التلاتة عمود بلف حلقتين فحلقتين ادي واحد بلف الخيط في نفس المكان اتنين تلاتة شايفين انا بقرر بنفس الطريقة وبنفس الشكل هنقرر على الغرزة اللي جايه بفوت العمود الاول التاني وعلى تالت عمود بنزل اسفل العمود بشكل البريد الامامي هسحب واشتغل جرزة حشو ارتفع بتلاتة سلسلة ومن الارتفاع بنتقل على الفراغ اللي جاي اللي هو فراغ الثلاث سلاسل بعد العمود اللي اشتغلت عليه على طول ولف الخيط واشتغل تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة تكرار بنفس الطريقة واصبح معايا القطع بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي وصلت على نهاية الدور ازاي الدور بيقفل معايا بيبقى معايا نفس الغرزة عبارة عن تلاتة عمود بلف وفراغ السلاسل بقفل الدور ازاي بفوت برضو العمود الاول والتاني وعلى التالت هشتغل غرزة الحشو بشكل طبيعي هنزل اسفل العمود بالشكل ده كده بشكل البريد الامامي واسحب غرزة الحشو لكن مش هشتغل التلاتة عمودة على الفراغ يبقى قفلت الدور معايا بنفس غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها وخلاص انتهى معايا الدور وهرتفع على الدور اللي جاي كل باترون الغرزة بتاعتي عبارة عن تكرار لنفس السطر السابق اللي اشتغلناه مع بعض ده بنفس الطريقة وبنفس شكل العمل فهنيجي على نهاية الدور ونبتدي نقرر نفس الدور السابق بنفس الطريقة وعلى النهاية بالشكل ده كده هرتفع للدور اللي جاي بيه اربعة غرزة السلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ولف الشغل بتاعي بعد كده على مكان اللي ارتفاع في نفس الغرزة الاولى هي هي هلف الخيط وهنزل اشتغل غرزة عمود بلف يبنا بدأت الدور بتاعي بحرف الفي زي ما احنا شايفين مع بعض كده تمام؟ بعد كده هيقبلني الغرزة بتاعتي وهشتغل عليها بنفس الطريقة اللي اشتغلتها على الدور السابق كل غرزة معي عبارة عن تلات اعمدة وفراغ السلاسل تلات اعمدة وفراغ السلاسل واشتغل عليهم ازاي؟ بفوت من الاعمدة واحد اتنين وعلى العمود رقم تلاتة بنزل اسفل العمود بشكل البريد الامامي بالشكل ده كده هسحب الخيط واشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وهطلع ما بعد كده بارتفع بتلاتة سلسلة وعلى الفراغ اللي جاي على طول بعد العمود اللي اشتغلت عليه هلف الخيط وهكون على الفراغ ده تلاتة عمود بلفة واحد طبعا العمود بلفة تلات حلقات وباشتغله حلقتين فحلقتين اتنين ثلاثة وهقرر بنفس الطريقة على كل غرزة بتقبل غرزة اللي جاي اهي هفوت العمود الاول الثاني وعلى الثالث هشتغل غرزة حشو بشكل البريد الامامي من اسفل العمود بالشكل ده كده حلقتين وهطلع منها ثم هرتفع بتلاتة سلسلة ثم على الفراغ اللي جاي على طول بعد العمود هلف الخيط وهكون ثلاثة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة بالشكل ده كده اللي جاي هكرر ادي واحد اتنين وتالت عمود هنزل اشتغل بشكل البريد الامامي جرزة حشو ارتفع بتلاتة سلسلة ثم على الفراغ هكون تلاتة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة شايفين معي انا وصلت على نهاية الدور بنفس التكرار بيقفل الدور معي ازاي دايما ببقى ارتفعت على البداية بجرزة في بشكل ده كده هلاقيها معي على نهاية الدور تمام بعمل ايه بفوت آآ اسلاسل الارتفاع اللي على النهاية مش بشتغل عليها بشتغل بس على العمود الاول من حرف الفي بانزل اسفل العمود الاول من حرف الفي بالشكل ده كده بشكل البريد الامامي واشتغل بشكل ده كده والسلاسل الارتفاع اللي في النهاية بفوتها ما بشتغلش عليها خلص زي كده معايا تبقى قفلة الدور وعلى نهاية كل دور بعد كده طبعا على النهاية دايما هلاقي حرف الفيل اللي بارتفعه على بداية الدور بشتغل بنفس الطريقة بشتغل على العمود الاول منه غرزة حشو بشكل البريد الامامي وخلاص بنهي الدور على كده زي ما احنا شايفين مع بعض هو تكرار لسطر واحد هنفضل نقرره على طول الباترون بطول الاسكارب اللي احنا حابينه ودايما بنيجي على النهاية بنعمل ايه؟ ارتفع بيه اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ولف الشجل بتاعي على نفس مكان اللي ارتفاع بلف الخيط واشتغل عمود بلفة وده كده يبقى حرف الفي اللي على بداية الدور ثم بيقابلني الغرز بتاعتي بشتغل عليها بشكل طبيعي بفوت عمودين وعلى العمود الثالث غرزة حشو ارتفع بيه تلاتة سلسلة ثم على الفراغ فراغ السلاسل اللي بعد العمود على طول هكون تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وهفضل اقرر على مدار الدور كله كل جرزة بتقابلني بشتغل عليها بنفس الطريقة ثم على نهاية الدور دايما هيبقى بيقابلني غرزة حرف الفي اللي ببتدي بيها الدور بشتغل على العمود الاول منها بريد امامي غرزة حشو على اول عمود وعلى سلاسل اللي ارتفاعلي في النهاية خلاص بارتفع بقى باربع سلاسل وارجع اقرر الدور من جديد زي ما احنا شايفين غرزة بباترون سهلة جدا تقرر لسطر واحد تقريبا هنفضل نرتفع لحد طول الاسكارف المناسب طبعا طول الاسكارف اذا بتشتغليه لحد بالغ او كبير بيبقى معاكي من مية خمسة وسبعين سنتي لحد مترين مترين ونص زي ما تحبي بالطول المناسب بالنسبالك ولو بتشتغليه لحد صغير بيبقى معاكي الاسكارف طوله من مية وعشرين والحد متر ونص يعني بالطول اللي تحبيه انا طبعا هرتفع من نفس الباترون ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي تفعت من نفس السطر زي ما احنا شايفين بنفس التقرار شايفين قدقية الغرزة مجسمة وحلوة قوي بتبقى قيمة فعلا على المجهولات انا هنا كده على النهاية مش هرتفع من جديد وصلت على الطول المناسب لما بنوصل على الطول اللي احنا محتاجينه على الاسكارف باجي على نهاية الدور كل اللي انا هعمله دلوقتي بعد اخر غرزة بالشكل ده كده على الدور هاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهوص مرحلة دي كده اي زوائد خيط موجودة معايا على الاسكارف ببتدي الدماء في ابرة التنظيف وادخلها على الشغل بتاعي شوية بدخلها على الغرز بسراجع دي خالص رايح جاي بالشكل ده كده طبعا كل زوائد الخيط اللي موجودة معايا سواء من وصل الخيط او لو بتشتغليها من الوان مختلفة بنفس الطريقة كده لما بتخش معايا على الغرز ببتدي اتخلص من الزيادة واقصى مرحلة هبتدي ان انا اركب شرشيب بشكل العقدة على النهاية بالشكل ده كده هلاقي على السطر الاخير عبارة عن فراغات السلاسل اللي كنت باشتغلها هفوت فراغ واشتغل على فراغ يعني انا اشتغلت على الفراغ الاول عقدة والفراغ التاني ما اشتغلتش عليه فراغ ايوه وفراغ لا بالشكل اللي احنا شايفينه بس طبعا زي ما تحبي تقدري تشتغلي على كل فراغ هيقبلك على الدور عقدة من نفس العقدة اللي هنشتغلها علشان نشتغل العقدة ديت هبتدي ان انا استخدم كارتونة بنفس حجم الشرشيب اللي انا محتاجاها بالشكل ده كده وهلف عليها من نفس الخيط 8 لفات طبعا لو اشتغلت من خيط او الوان يعني من الوان مختلفة ممكن او ان انا اعملها الوان بنفس الوان اللي انا استخدمتها على الاسقار فانا هلف بالشكل ده كده 8 لفات بعد كده هبتدي ان انا بعد 8 لفة افصل الخيط وهاجي على الكارتونة نفسها على النهاية كل المجموعة اللي انا لفتها هافصلها بالشكل اللي احنا شايفينه شايفين هدخل المقاصة من كل المجموعة وابتدي ان انا افصلهم عن بعض حصلت على مجموعة من الخيط بنفس الطول بالشكل اللي احنا شايفينه كده هاجي بقى على المكان اللي انا هركبها عليه بالشكل ده كده على الفراغ وهبتدي اركبها مش هدخل الابرة من تحت كده لا بدخلها من فوق شايفين معي بدخلها من فوق من اعلى القطعة بتاعتي وابتدي اسحب كل الخيوط من المنتصف اللي انا كونتها بالشكل ده كده شايفين؟ سحبت كل الخيوط هبتدي ان انا باداية كده اوسع الفراغ اللي بقى عندي وابتدي اخد بصوابعي باقي المجموعة كلها شايفين؟ اطراف الخيط كلها هدخلها على الحلقة اللي اصبحت معايا وابتدي اشدها هشدها وفي نفس الوقت ازبط الحلقة بتاعتي او العقدة بتاعتي على مكان الفراغ بالشكل اللي احنا شايفين وطبعا لما بكونها بالشكل ده كده لو في اي خيوط ارتفعها مختلف ببتدي ان انا اهزبها بالشكل ده ابقى حصلت على شرشيب العقدة واشتغلتها على نهاية السكر بكده يبقى انتهى تطبيق النهار ده اتمنى يكون التطبيق كان مفيد وعجبكم ويا ريت كل الاستفاد ما ينساش يعمل اللي لايك اذا بتطبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سابسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن وفعلوا شارط الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة